بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم في جهاز الهضمي على يعني عملية تنظيم العسارات الهضمة يعني إفراز العسارات الهضمة is promoted by nervous system and hormones أي حتى وظيفة في جسمة under control إما يكون nervous system وده في الفاست action ده الرد الفعل السريع أو يكون ده الرد الفعل البطيء وده اللي بتعمله الهرمونات فالهرمونات عبارة عن chemical substance تتكون من مجموعة من الخلايا ويتأثر عن مجموعة أخرى من الخلايا الهرمونات تفرز بواسطة الغدة اللي هي الاندوكراين جلاند اللي ما خدنا في الأنسجة اللي هو الاندوكراين جلاند في عندك هرمونات بتعمل تنظيم للعسارات العظيمة رقم واحد اللي هو الجاسترين هرمون ده بتفرز من خلايا جي الموجودة في الاستمك اللي بسموها انتيرو اندوكراين سيل والتاني والتالت والرابع بيتفرزوا من خلايا الديودينال سيل من الديودينوم البطانة بتاعت الديودينوم والحقيقة طبعا اول واحد اللي هو الجاسترين انهيبيتوري بيبطايد الو جي اي بي والسيكرتين والكوليسستوكاينين او السي سي كي دول الأربع هرمونات بيساعدوا بتراءة كبيرة جدا في تنظيم الدوجستيف اللي موجودة في القران هضمي اول واحد خالص نتكلم عليه اللي هو الجاسترين خلايا اللي هي انتيرو اندوكراين سيل خلايا من غدد الصماء موجودة في الجاستر جلاند الموجودة في بتاع الاستومك ونوع الخلايا جي سيل انفي في الدي سيل بتفرز السوماتوستاتين لكن الجي سيل بتفرز الجاسترين هرمون طيب وضع الغدد المعدية عشان تبدأ تطلع الجاسترين اللي فعل انترينسيك فاكتور فعل اللي فعل بيبسين او بيبسينوجينيا طيب عملية الاستيموليشن بتاعها بتتفرز امتى امتى يطلع الجاسترين ده الجاسترين ده استيموليتد باي اميل ريتش ان بروتين ليه البروتين لأن المكان الاساسي لهضم البروتين خطوة الاولانية والاساسية بتحصل طبعا في الاستومك طيب وبالتالي انا عندي الوقتي اول مكان ده لو كان الطعام والواجبة الغذائية غنية بالبروتين يبقى الوقت الطعام ان يستقر فترة طويلة في الاستومك علشان يبدأ يتعرض لله ويبدأ يتعرض لانزيم البيبسين اللي بيساعد في تحويل البروتين لبوليبيبتايد او لبيبتايد صغيرة وبالتالي الوجبة الغنية بالبروتين فعلا بتحفز الخلايا الموجودة في اقدار المعدة لجي سيلز عشان تطلع الجاسترين هرمون اللي بيبدأ يدور في الدم ويوصل تاني للمعدة يزود حركة المعدة ويحفز الغدد انها تطلع لعصارة المعدية الهرمون بعد كده التاني خلايا موجودة في الجدار الاثنى عشر اللي هو الحتة دي كده تبقى حساسة للمادة الموجودة داخل الديودانوم طبيعة المادة الموجودين طيب بيعمل ايه سيكرتين ده بيعمل استيميلايشن للبانكرياس تسيكريت الفلاويدز ريتش ان صوديوم بايكاربونات احنا خدنا بلكده البانكرياس بيطلع لك البانكرياس جوز ويعبار عن جزئين جزء في صوديوم بايكاربونات وجزء فيه البانكرياتيك انزيم اللي بيحفز انك تفرز كمية كبيرة من الصوديوم بايكاربونات الوسائل الغنب الصوديوم بايكاربونات عشان تصبه في الاسنا عشر هو السيكرتين طيب امتى يطلع السيكرتين ده الانزيم بيطلع بي الكوليستو كاينين لكن السيكرتين يطلع لك السيديوم بايكاربونات السيكريتشن از استيموليتد بايكاربونات لهم افع عندك تفريغ للطعام الموجود في المعدة ده كلا الوالكايم ده داخل خلاص هنا اسيديك لان البيتش هنا بتبقى اتنين تقريبا في المعدة وبالتالي مجرد وتفريغ وخروج المادة الغذائية نصف المهضوم الوالكايم في الاسنا عشر بقى وتوصله لك لدبانية وبالتالي يبقى ده دور السيكريتين ان يحفز غلاط ديرنا من اطلع السيديوم الكربونات عشان التعادل الوسط الموجود في الاسنا عشان ما يحصل شي ديرنا الالسر او قرحات الاسنا عشان يبقى السيكريتشن او السيديوميليشن بتاعه امتى لما يحصل تفريغ للمعدة ويوصل الاسيديك تشايم ده الى الاسنا يبقى انا عندي الوقت الاسيديك تشايم جاي من الاستومك على طول تحس به تطلع السيكريتين تروح الالمين اساسا على البانكرياس عشان تطلع لك السيديوم باي كربونات عشان يزبط البي اتش الموجودة في ال تمانية الموجودة في البي كمان بيأثر عشان يطلع لك البايل جوس اللي برضو بتساهم في عملية تضبيط البي اج ركم التلاتة وده اللي هو لكل السيستو كاينين او السي سي كي برضو باي ديران الول ان استيميوليت زي بانكرياس تو انكريز البانكرياتيك جوس يبقى ملا يحفز البانكرياس عشان طلع لك بقى الانزيم الموجودة الشق الثاني من العصارة البانكرياسية هو السي سي كي كمان بيأثر على عشان يعمل او يعمل زيادة في افراز البايل جوس عصارة صفروية كمان يأثر عشان تنقبض عشان تعمل ريليز جاست ريليز للبايل اللي انا بتخزز من اللي بيفرز اللي بيفرز لكن من اللي بيخزن البايل جوس عشان كده بتقول بس يعني يبقى عندك ميل يعني بيكون عندك وقبة غنية ممتلة بي الفات يبقى عطل تحفز يبقى الفود او في الفات يأثر على يطلع اللي احنا قلنا عليه يجي أثر عشان يطلع الموجودة في البانكريات جوس كمان يأثر يقول البلادر يقول طلع المحزون عندك من البايل واثر على الليبر عشان تعمل سيكريت البايل آخر الهرمون اللي هو الجاستريك انهيباتري بيبطايد اللي هو جاي بي فروم ألسو ديرانال وال ده أكس الجاستريين على طول ده بيعمل انهيبت من اسمه انهيبتري 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 عكس التاني بالظبط ده كان بيزود حركة المعدة ده بيقلل حركة المعدة ده كان بيزود سرعة تحفيز الخلايا الغدد المعدية عشان تطلع افرازها لا ده بيعمل انهيبتري بيبطايد انهيبت انهيبتري جاستريك جلاند اند استومك موتيلي امتى بقى يحصل له عملية التحفيز ده لما المعدة تفرغ اللي فيها لما المعدة تبقى فاضية كده يبقى ما فيش شيء موجود ينزل من المعدة يوم يحصل ايه ديران السيل تطلع الجاستري كنابيتري بيبطايد اللي بيعمل انهيبتري الجاستري الموجودة في الاستومك الليها منطلعيش خلاص لان المعدة فاضية ويعمل انهيبتس للاستومك مايحركش المعدة ما تعملش النظرة عامة هتلاقي هرمون واحد بس كاي من الاستومك من الجي سيل طبعا يوصل للبلد ويدور في دورة الدم ويوصل تاني الاستومك يزود حركة المعدة ويزود السيكريش متاع جاستريك جلاند هتلاقي فيه السيكرتين وهتلاقي فيه سي سي كي وهتلاقي فيه في البلد يدوره وبعد كده السيكرتين يطنع على البنكرياس يطلع منه السيديو بالكربونات وبعد كده السي سي كي يطلع على البنكرياس يطلع ال 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 الانزيم ويروح على ال ويروح على عشان يطلع البايل جوس وكده عملنا عملية التنظيم للعصارات الهاضمة هرمون الكنترول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته